اسمي أمينة مصطفى نعناع بنت عمر خلقت بحريتان وربيت بقرية حريتان حريتان هي ريف من الأرياف يعني صارت بلدة كويسة من أرياف حلب الشمالي تبعد عن حلب حوالي 10 كم صلي بولد شي 35 سنة 35 سنة يعني مو جيل يعني بدك تعتبر يولد ولدت الأمهات ورجعت ولدت الأولاد ورجعت الأحفاد تقريبا عبا والدون فيك تقولي ثلاث أجيال ولدت صار يعني أولي كنت طفلة صغيرة على طول أجيب كارتونة أحطها على راسي أصيح أنا نيرس نيرسي يعني ممرضة أشوف الأفلام بالتلفزيون شفتي الممرضة شلون بتكون حنونة على المريض شلون بتساعد من هالمبتاق هي معحلة يا ربي دخيلة أنا في الأيام أصير نيرسي لا أتمنى أصير مهندسي لا أتمنى أملك شيء إني إلا أملك هالمهنة أني نيرسي الإسم الممرضة الحنونة اللي بتعطف على المريض اللي محتاجة لبدا تساعدها إني أحب أني عندي حب لمساعدة الناس من هالمنطلق والله وبدون شيء لحد الآن لحد الآن بحب مهنتي بحب بعشقة عشق كنت أداوم دوامي كان من السبعة ونص الصباح للوحدة ونص الضغر الدوام النظامي الدولي بينما أوصل للبيت أوصل حوالي ساعة تنتين ونص يعني ساعة يستطيع معي الطريق أجي على البيت ملتين ونص معي للسبعة ونص كله هذا دوام إش هو يجيني بالليل إش في إسعافات إش في ولادات لحتى أجي على البيت عب يستنوني عب ينتظروني أجي بجي 30 مريضة قاعدين عب يستنوا ما في إيكو ما في شيء اللهم عدتنا كانت ماسمع الجنين مثل الزميرة هادة نحطه هيك عدنين نسمع ضربات قلب الجنين كان كفوف عريات شوية سافلون نحط قطن كحول نعقم الأدوات بالتلهيب أو بالفرن في الأخير يعني صارنا نجيب جهاز الإيتيف أو هاتول تبعات تعقيم أتعامل بي مع كل الوسائط كل عامة الشعب بيجيكي مسيحي بيجيكي مسلم بيجيكي علوي بيجيكي درزي بيجيكي مشكل نوع لحتى نحن كان عنا بجنبنا قريتين النبول والزهراء عم بتعامل معهم بيشاكل نظامي أنا لحد الآن شوفي لوقت لقامت الثورة صرنا نميز شعب عادي متلنا عم نتعامل معهم حتى أروع أضيعهم أولد بيضيعهم بينبول والزهراء بعدين رفقاتي أنا كانوا مسيحياتي خبروني بالليل أمينا نحن إذا جينا أخذناك بتولدينا إيه إيش علي يلا ما مشكلة أروع أولدهم مسيحيات كان عندي رفيقتي اسمها يجو أروع أولدها فلاني ماري فلاني أروح يعني متل عادة كلياتنا كنا عم نتعامل بدون تمييز عنصري أبدا بغض النظر أني مسيحي وكردي ومسلم وعلوي ما يعني كأنه حتى زميلاتي كانوا معي بالدورة إذا عشر وحدة علوية مساحل بنات ساحليات القابلة عايشة مع الشعب تعرف ألم الشعب تعرف داخليتهم تعرف أعماقهم بتقولك إداي والدي العالم على إيدها أنا يعني شون بقولك إداي معليهم خباي يعني إداي يعني مولدة فقير وغني وزنجيل ومتعاملة مع كل الطبقات وبتعرف عاداتهم وبتعرف تقاليدهم مجرد بقولولي بيت فلان بعرف إشو وطعهم يعني بتختلط مع الشعب أكتر من الطبيب الطبيب يفتح العيادة ما توخزيني ساعتين ساعتين ثلاثة أربعة بهالأربع ساعات بده يعني ما فاض يبرك يسمع ألم المجتمع وحدة عندها مشكلة ما تجي بتحكيها لطبيبة أو لطبيبة ليش؟ طالك قابلة هاي بتسعني أكتر يعني ما توخزيني بلا أطوال متفضية يعني بياخدونا من هالباب كاملا من هالمنطلق متفضية أكتر يعني إني تسمع شكونا تسمع ألامنا تنصحنا بيجوا كتير ناس وانصحيني يا خالي إش أساوي أنا على الولادة ونفسيتي وروحي وقلبي أفضل هاي يعني بقال لهم سر نجاح الإنسان بدي يكون لو كان لو على حساب ابني لو على حساب ولدي لو حساب بيتي أنا المهمة بأهمل شغلتي اشتركوا في القناة